السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف 11 مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء بعنوان جمع وترحم التجهات القوى أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يوضح آلية جمع وترحم التجهات القوى بطريقة المركبات يطبق جمع وترحم التجهات القوى بطريقة المركبات في حل المسائل الحسابية لديك متجه قوة مقداره 60 نيوتن يصنع زاوية 30 درجة كما بالشكل عبر عن المتجه بالتدوين الصحيح لمركبات الأفقية والرأسية الإجابة أولا مسقط القوى 60 نيوتن على المحور الأفقي هو عبارة عن المركبة الأفقية Fx ومسقطها على المحور الرأسي والمركبة الرأسية Fy وبالتعويض في العلاقة Fx تساوي F كوزين 30 درجة بالتعويض عن قيمة F نجد أن المركبة الأفقية Fx تساوي 52 نيوتن وبالمثل Fy تساوي F كوزين 30 وبالتعويض عن قيمة القوة نجد أن المركبة الرأسية Fy تساوي 30 نيوتن وبالتالي فإن متجه القوة يتم تدوينه على النحو التالي Fx تساوي 52 نيوتن وFy 30 نيوتن والآن عزيز الطالب إذا كان لديك متجه قوة F1 تساوي F1x وF1y وF2 تساوي F2x وF2y كيف يمكن إيجاد حاصل جمع هذين المتجهين أو حاصل طرحهم أو بمعنى آخر كيف يمكننا الحصول على كل من F1 plus F2 أو F1 minus F2 من المثال السابق عزيز الطالب أصبح من الضروري تعلم كيفية جمع متجهات القوة بطريق الجمع المركبات فإذا كان لديك المتجهان F1 وF2 حيث أن F1 مركباته هي F1x وF1y وF2 مركباته F2x وF2y فإنه لإيجاد حاصل جمع المتجهين أي المحصلة FR فنجمع القوتين F1 وF2 ويتم ذلك عن طريق جمع المركبتين الأفقيتين لإيجاد المركبة الأفقية للمحصلة أي أن FRx تساوي F1x plus F2x أي نجمع F1x للقوة الأولى plus F2x من القوة الثانية وبالتالي نحصل على المحصلة في الاتجاه X ثم نجمع المركبتين الرأسيتين لإيجاد المركبة الرأسية للمحصلة أي أننا نجمع F1y plus F2y وبالتالي يكون حاصل جمع المتجهين هو FR تساوي F1 plus F2 وبالتالي يكون متجه المحصلة FR يساوي المركبة الأفقية FRx والمركبة الرأسية FRy مثال ما محصلة جمع متجهي القوة F1 وF2 بالشكل المقابل يمكن إيجاد المحصلة بالطريقة البيانية طريقة الرأس والذيل حيث نرسم القوة الأولى F1 ومن رأسها نرسم القوة الثانية F2 فيكون متجه المحصلة من بداية القوة الأولى حتى رأس القوة الثانية وبالتالي نحصل على FR تساوي F1 زائد F2 بيانيا كما يمكن اتباع طريق الجمع متجهات القوة بطريقة جمع المركبات حيث نحصل على المركبة الأفقية للمحصلة من حاصل جمع المركبة الأفقية للقوة الأولى مع المركبة الأفقية للقوة الثانية فتكون المركبة الأفقية للمحصلة 3 زائد 3 تساوي 6 نيوتن وبالمثل تكون المركبة الرأسية للمحصلة ناتج حاصل جمع المركبة الرأسية للقوة الأولى مع المركبة الرأسية للقوة الثانية يعني تساوي 2 زائد سالب 2 تساوي 0 ويتم تدوين متجه المحصلة على النحو التالي FR تساوي 6 وصفر نيوتن ويتم تمثيله بيانيا كما في الشكل المقابل لاحظ عزيز الطالب أن المركبة الرأسية في متجه المحصلة تساوي 0 وهذا يعني أن متجه المحصلة ينطبق أو يوازي المحور X وبالمثل إذا كانت المركبة الأفقية هي التي تساوي 0 فهذا يعني أن متجه المحصلة يكون رأسية أي يكون منطبقا على المحور Y أو موازيا له طرح متجهات القوة بطريق الطرح المركبة إذا كان لديك المتجهين F1 وF2 حيث أن F1 تساوي F1X وF1Y F2 تساوي F2X وF2Y فإنه لإيجاد حاصل طرح المتجهين F1 تساوي F1-F2 نطرح المركبتين الأفقيتين لإيجاد المركبة الأفقية للمحصلة F1X تساوي F1X-F2X بالمثل نطرح المركبتين الرئيسيتين لإيجاد المركبة الرئيسية المحصلة FRY تساوي حاصل طرح F1Y-F2Y وبالتالي يكون حاصل طرح المتجهين FR تساوي F1-F2 هو متجه المحصلة ويدون على النحو التالي FR تساوي FRX وFRY ما حاصل طرح متجهين القوة F1 وF2 بالشكل المقابل لطرح المتجهين فإننا نضرب أحدهما في إشارة سيلبة ثم نجمع المتجهين أي أن FR تساوي F1-F2 يمكن التعبير عنها FR تساوي F1 زائد سالب F2 ولكن عند ضرب المتجه F2 في إشارة سيلبة فإن اتجاه المتجه سيتغير كما أن مركباته ستتغير أيضا ثم نقوم بجمع المتجه F1-F1 متجه سالب F2 أولا الطريقة البيانية طريقة الرأس والذيل نرسم المتجه الأول F1 ثم نرسم المتجه الثاني سالب F2 فتكون المحصلة من بداية المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني وبالتالي حصلنا على المحصلة بيانية كما يمكن اتباع طريقة طرح المركبات كالتالي المركبة الأفقية للمحصلة هي حاصل جمع المركبة الأفقية للقوة F1 مع المركبة الأفقية للقوة ثالب F2 وليس F2 وبالتالي تكون المحصلة الأفقية ثلاثة زائد ثالب ثلاثة بالمثل المركبة الرأسية للمحصلة هي حاصل جمع المركبة الرأسية للقوة F1 مع المركبة الرأسية للقوة ثالب F2 وليس F2 وبالتالي تكون المركبة الرأسية اثنين زائد 2 تساوى 4 نيوتن ويتم تدوين متجه المحصلة على النحو التالي FR تساوى 0 و4 ويتم تمثيله بيانيا على النحو التالي راحز عزيز الطالب أن اتجاه متجه المحصلة رأسيا لأعلى ويرجع سافي ذلك إلى أن المركبة الأفقية بتساوي صفر أسئلة وتدريبات ما محصلة القوة الناتجة من جمع القوتين المتجهتين F1 تساوي A وB وF2 تساوي C وD الإجابة أولا المركبة X للمحصلة هي حاصل جمع المركبتين X أي أننا نجمع FX للقوة الأولى مع FX للقوة الثانية أي أن FX للمحصلة هي حاصل جمع F1 X زائد F2 X يعني تساوي A زائد C 2 المركبة Y للمحصلة هي حاصل جمع المركبة Y للقوة F1 مع المركبة Y للقوة F2 وبالتالي تساوي B زائد D ويتم تدوين المحصلة على النحو التالي FR تساوي A زائد C وB زائد D أسئلة وتدريبات ما محصلة القوة الناتجة من جمع قوتين تؤثران في جسم ما إحداهم 30 نيوتن بزاوية 45 درجة فوق المستوى الأفقي والأخرى 45 نيوتن بزاوية 37 درجة فوق المستوى الأفقي الإجابة نقوم أولا بتمثيل كل قوة القوة الأولى تميل على الأفقي بزاوية 45 ونجمعها على القوة الثانية التي تميل على الأفقي بزاوية 37 درجة أولا نقوم بتحليل كل قوة إلى مركبتيها الأفقية والرأسية المركبة الأفقية للقوة الأولى نجد أنها تساوي 21.2 نيوتن والمركبة الرأسية تساوي 21.2 نيوتن بينما القوة الثانية المركبة الأفقية تساوي 36 نيوتن والمركبة الرأسية تساوي 27 نيوتن وإيجاد وإيجاد المركبة الأفقية للمحصلة نجمع المركبة الأفقية للقوة الأولى مع المركبة الأفقية للقوة الثانية فنجد أنها تساوي 57.2 نيوتن كما تكون المركبة الرأسية للمحصلة يحاصل جمع المركبة الرأسية للقوة الأولى مع المركبة الرأسية للقوة الثانية فتكون 48.2 نيوتن وبالتالي تكون المحصلة FRX تساوي 57.2 نيوتن في الاتجاه الأفقي المركبة الرأسية تساوي 48.2 نيوتن عزيز الطالب لإيجاد مقدار المحصلة يتم استخدام نظرية فيثاغورس وهذا سيتم لدراسته في الدروس اللاحقة انتهى درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح